واطن، قانون الإجارات الجديد بالنسبة إلى رئيس مجلس النواب غير نافذ وبالنسبة إلى رئيس المجلس الدستوري وهيئة التشريع والاستشارات في مجلس النواب غير قابل للتطبيق وبالنسبة إلى المرجعيات السياسية والروحية مشكلة رغم كل ذلك بدأ تنفيذه عبر أحكام قضائية وبدأ المستأجرون القدامى يتلقون إنذارات بالإخلاء أو برفع قيمة الأجار إلى ما لا قدرة لهم عليه ومن بينهم أولئك في منطقة مارمخايل وغالبيتهم من المسنين من هنا كانت الصرخة التي أطلقوها عبر الاعتصام الذي نفذوه الجمعة نحن نطلب من وزير العدل يسحب الآنون فورا لأن بيوتنا أصبحت للتجارة والمزايدات وما معنى مصاري حتى نلاحقهم ما زال بعض السماسرة والملكين الجدد والشركات العقارية والمصارف بعضهم مصرين على إزلال أهلنا على تهجير أهلنا على الشيلة اللي ما أدرت عملته الحرب الأهلية من فرز طائفي وطبقي ودمغرافي المستأجرون القدامى أصروا على رفض تطبيق قانون الإيجارات مهما كلف الأمر وعلى متابعة تحركاتهم في سبيل قانون عادل ومتوازن يرفع الغبنة ويحمي حق السكن ويكون منصفا للطرفين ترجمة نانسي قنقر